هذا وقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم وقوع دعاية انتخابية داخل السفرات خلال تصويت المصريين بالخارج وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان أن لجنة رصدت مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بالهيئة وقامت بالتحقيق فيما نشرته حملة أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية حول قيام بعض الناخبين بحمل صور مرشح منافس خلال توجههم للإدلاء بأصواتهم بلجان الاقتراع في السفرات والخنصريات على الرغم من عدم تلقيها شكوى رسمية تفيد بوقع خروقات لضوابط الدعاية